أهلاً وسهلاً بكم في كناة بوسي كورشي نشتغل مع بعض النهردة في أشياء المثلث هياخد مننا شلت خيط واحدة بس طريقته سهلة وبسيطة، مش هياخد منك وقت كثير واندي بتشتغليه نعمل عقدة البداية بعد كده هنشتغل ستة سلسلة واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة وهروح هشتغل في أول سلسلة غرزة منزلقة بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة وهشتغل جنب التلاتة سلسلة دولي في الحلقة بعد كده هشتغل اتنين كمان عمود بلفة كده واحد، نفس المكان هشتغل كمان واحد بعد كده هشتغل سلسلتين وهنزل اشتغل في الحلقة السحرية تلاتة غرزة عمود بلفة واحد، كده اتنين، كده تلاتة، بعد كده هشتغل اتنين سلسلة وهشتغل برضو في الحلقة تلاتة غرزة عمود بلفة واحد، اتنين، تلاتة، ثلاثة، بعد كده هنتقل للسطر التاني هرتفع سلسلة، وهلف الشغل، هشتغل منزلقة بأول غرزة، واللي بعديها منزلقة، واللي بعديها برضو برضو هشتغل فيها منزلقة، وصلت الأول فراغ الاثنين سلسلة وهدخل فيه برضو هشتغل منزلقة، بعد كده هرتفع تلاتة سلسلة، وهد للاتة زلُستVi واحد، وهشتغل جوا الفراغ ده، هشتغل في اتنين، كمان غرزة عمود بلفة، واحد،س Helen واحد يبقى كده تلاتة سلسلة عمود وكمان اثنين عمود يبقى تلاتة عمود بلفه سلسلتين نفس الفراغ هاشتغل تلاتة غرزة عمود بلفه كده واحد كده اثنين كده تلاتة هاشتغل خمسة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة وهنتقل للفراغ اللي بعدين اللي هو الاثنين سلسلة وهاشتغل فيه بردو تلاتة عمود بلفه اثنين سلسلة تلاتة عمود بلفه كده واحد كده اثنين كده تلاتة بعد كده اثنين سلسلة وهاشتغل تلاتة غرزة عمود بلفه في نفس الفراغ واحد اثنين تلاتة هنتقل للسطر اللي بعد كده هرتفع سلسلة هلف الشغل هاشتغل منزلقات لحد ما وصل لفراغ اللي اثنين سلسلة وهدخل في الفراغ اللي اثنين سلسلة واشتغل فيه برزة منزلقة بعد كده هاشتغل تلاتة سلسلة وهامل نفس الطريقة هاشتغل كمان اثنين عمود بلفه في نفس الفراغ سلسلتين هنزل للفراغ واشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفه كده واحد كده اثنين كده تلاتة انا عندي في السطر التاني يتكون فراغ واحد من الخمسة سلسلة السطر اللي بعد كده هيتكون فراغين اللي هو اللي انا شغاله في دلوقتي هرتفع خمسة سلسلة اثنين تلاتة اربعة خمسة هنروح للخمسة سلسلة اللي انا اشتغلتهم وهدخل في السلسلة اللي في النص وهشتغل فيها غرزة حشو اللي هي السلسلة التالتة وبعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهروح عند فراغين اللي اتنين سلسلة وهشتغل فيه تلاتة عمود بلفه اتنين سلسلة تلاتة عمود بلفه في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة نفس الفراغ هشتغل تلاتة غرزة عمود بلفه واحد اتنين تلاتة هشتغل سلسلة واحدة وهلفت الشغل هشتغل منزلقات الحد ما اوصل لفراغ الاتنين سلسلة هروح لفراغ الاتنين سلسلة وبشتغل فيه منزلقة وهشتغل فيه تلاتة عمود بلفه بارتفع تلاتة سلسلة الاول بشتغل اتنين عمود بلفه وبعد كده بشتغل سلسلتين بشتغل تلاتة عمود بلفه في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة بعد كده هشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهشتغل في السلسلة اللي في النص في الخمسة سلسلة هشتغل فيها غرزة حشو تلاتة اتنين تلاتة اارلتك نفس الفراغ بشغل كمان تلاتة عمود بلفة فاول السطر خالص ان انا ابتدت اعمل في الفراغات كان معي فراغ واحد في السطر التاني بقى معي فراغين السطر اللي بعده بقى معي تلاتة ان انا بارتفع عادي بارتفع سلسلة بفطل ماشي منزلقات لحد ما اوصل لفراغ اللي اتنين سلسلة بشال سهل وطريق وسهل وبسيط وما بياخدش خيط ابدا بشال لها واحدة بعد كده بشتغل تلاتة سلسلة بشتغل في نفس المكان اتنين عمود بلفة بعد كده بشتغل سلسلتين وبشتغل في نفس الفراغ كمان تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة بعد كده بشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وبروح انت الخمس تلاسل بشتغل في الغرزة اللي في النص اللي هي تلاتة واحدة بشتغل فيها غرزة حشو وبعد كده بشتغل خمسة سلسلة بروح برضو للخمس ثلاثة اللي بعديهم بدخل في تالت غرزة وبعمل فيها غرزة حشو وبنتقل لفراغي الخمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بروح لفراغي الخمسة سلسلة باشتغل برضو في الغرزة اللي في النص باشتغل فيها غرزة حشو باشتغل خمسة سلسلة وبروح هنا عند الاتنين سلسلة باشتغل فيهم تلاتة عمود بلفة اتنين سلسلة تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ وبافضل مكملة كده كل ما بارتفق كل ما الفراغات معي بتسيت كل اللي انا باشتغله هي الغرزة اللي باشتغلها في بداية الدور اللي هي تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة تلاتة عمود بلفة بعد كده بكمل شغلة عادي بخمسة سلسلة وبروح عند السلسلة الفنس وباشتغل فيها غرزة حشو بافضل ماشي بنفس الطريقة حد ما وصل للعرض اللي انا عاوزها للشيل اللي هو الشيل المثلس هلحسب حكمه على الرقبة اشتغلت لحد ما وصلته للطول اللي انا عاوزها للشيل المثلس بالوقتي هاشتغل الشرشيب بتاعته ممكن تعمليها لها الشرشيب المجمع وتحطيها واحدة هنا واحدة في الطرف الثاني واحدة تحت نمحنا هنشتغل الشرشيب بطريقة تانية الشلد اخد معي بكرة واحدة من الخيط هنجيب طرف الخيط من فوق هنجيب طرف الفتالة سلسلة بالمفروض ما كنتش هاقص الخيط بس انا قصيته واسحب الخيط بعد كده هاشتغل 14 سلسلة سلسلة اتنين تلاتة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 13 اربعتاشر هنجيب سلسلة اتنين تلاتة هدخل في السلسلة الرابعة وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة في نفس المكان هشتغل كمان غرزتين عمود بلفة واحد اتنين بعد كده هليف الخيط على الابرة مردين وهشتغل اتنين غرزة عمود باتنين لفة في نفس الغرزة كده واحد في نفس المكان هدخل وعمل غرزة عمود باتنين لفة كده اتنين هشتغل سلسلتين وهقرر اللي انا عملته بس هعكسه بقى ان انا هشتغل اتنين غرزة عمود باتنين لفة الاول في نفس الفراغ كده واحد في نفس المكان هعمل كمان واحدة كده اتنين بعد كده هشتغل تلاتة غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة وهشتغل منزلقة في نفس الغرزة هتكون معي بالشكل ده كده بعد كده هشتغل عشر سلسلة واحد اتنين تلاتة هنعمل كمان واحدة هنرتفع اربعة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اتنين تلاتة اتنين تلاتة اتنين تلاتة هدخل في السلسلة رابعة هشتغل بنفس الطريقة هشتغل تلاتة غرزة عمود بلفة واحد في نفس المكان بدخل وعمل كمان اتنين وبعد كده برضو في نفس الفراغ بشتغل اتنين غرزة عمود باتنين لفة كده واحد كده اتنين وبعد كده بشتغل اتنين سلسلة وبعكس بشتغل اتنين غرزة عمود باتنين لفة واحد اتنين وبعد كده بشتغل تلاتة غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة وبعد كده بشتغل تلاتة سلسلة وبشتغل منزلقة في نفس الفراغ وبعد كده برتفع عشر سلسلة وبسيب فراغ وبروح للاعمودة بسيب اعمودة بروح للاعمودة اللي بعديها بشتغل فيها غرزة حشب تكون معي بالشكل ده كده وبفضل ماشي بنفس الطريقة ان انا برتفع اربعتاشر سلسلة بشتغل بنفس الطريقة اللي انا اشتغلتها بشتغل في الشيل كله داير ميدور بنفس الطريقة كده وهو ضل مكملة لحد ماوصل للاخر هيتكون معي شكل جميل ومفرغ وما بياخدش خيط كتير لو اعجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر